اهلا بكم مشاهدينا من على الريد كاربيت لحفل ختام الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينماء الدولي واللي بتقام فعالياته كل عام بحضور عدد جبير من الوفود العربية والاجنبية من مختلف انحاء العالم جايني النهاردة عشان نوصل رسالة سلام للعالم كله ان مصر بلد الامن والامان مصر الامان مصر السلام وتحية مصر خليكم معايا مع المع النجوم هنعيش معاك واجواء مختلفة جدا مع الجوائز والتكريمات خليكم معايا ورد كاربيت جديد في ستاند باي ومعانا الفنانة الجميلة تاتيانا اهلا بيكي معانا عشيش في قناة دريم وبرنامج ستاند باي مرسي مرسي اهلا بيكي تقييمك ايهل الدورة دي من المهرجة اهم حاجة انه المهرجان معمول بظروف للأسف مصر مجروحة وبيقولهم ان احنا لسه عايشين برغم من جرحنا مش هيأثر علينا مش هيرهبنا مش هيخوفنا اه لا للمخططات اه الخارجية في مصر احنا مستمرين والسينما مستمرة وهتدي اكتر وزي ما كانت تدي بالاول وهتدي اكتر واكتر وبس حضرتي ايه السنة دي من الافلام من عروض الافلام الموجودة ما شفتش حاجة يمكن وحتى ما جدتش الافتداح بس اصريت ان انا اجي اشارك بالختام ختام السينما اسمعت طبعا عن بعض الافلام ولكن انا مش هقولك رأيي مجرد اني اسمعت ما تعوينسش اقول الا مشوف يعني قد ايه مهم قيام المهرجان في التوقيت ده بالذات في مصر مهم جدا طبعا لانه الفن هو اه انا بعتبره نوع من الثقافة مش النوع هو ثقافة ثقافة بحد ذاته اه مهرجان مهم زي مهرجان الكاهرة اه مش بس بيدعم الكاهرة بيدعم كل الوطن العرب بيدعم لبنان باحداثها ببرج البراجني بيدعم ليبيا بالارهاب اللي موجود فيها بيدعم العراق اه بقول لا للارهاب واحنا مستمرين وهنفضل مستمرين وهنفضل عايشين وهنفضل بنمثل وهنفضل فرحانين ومش ايرهابونا ومعنا النجمة الجميلة اللي دايما منورانا في المهرجان النجمة مادلين طابر اهلا بيكي معنا على شاشة قناة دريب نرى عوضة اعرف بقى النهاردة في اخطام المهرجان تقييم كياه للمهرجان السنى مر اعتقد ان كم الافلام كان موفق التنظيم كان عالمي كان دقيق العرض المصري كان مشرف عندنا على الاقل جايزة او اثنين على الليلة الكبيرة اتوقعها اتوقع فيلم الام شجاعة جايزة لأ يعني الدنيا لطيفة هل شفتي مجموعة من الافلام خلال الدورة دي من المهردان اه شفت الافلام قلتلك عليها وشفت فيلم من افاق وشفت فيلم ياباني وفيلم فرنساوي بس اتكلمت عن الافلام اللي توقفت عندها يعني انا عجبتني هل شايف حجم المشاركة العربية السنادي او المصرية تحديدا كافي في الدورة دي من المهرجان ولا كان المفروض يبقى اكتر من كده يعني الحمد لله انه في عندنا سينما في الظروف الامنية الصعبة اللي بعيشها الوطن العربي كله صعب جدا ايه كيام المهرجان السنادي كان مهم لتوصيل رسالة للعالم السنادي احنا وصلنا له معا يعني للعالم كله وربانا يسترها معانا لاخر دي امنيا ان احنا موجودين على الخريطة الحضرية ووصلنا كمان بان احنا نكحين ومنتجين وفنانين واتوقع جماز لأحمد رزق لصفية العمري يعني توقع يفوز اللي لك كبيرا النهاردة بمجايد هنشوف دلوقات ومعانا الفنانة الجميلة مانال السلامة اهلا بيك معانا على الشتقانات دريم وبرنامج ستانو اهلا بيك تقيمك ايه لدورة دي من المهرجان الدورة رقم 37 من المهرجان القاهرة السينماية مبروك للدورة 37 لمهرجان القاهرة السينماية الدولي ونحط تحت الدولة دي 8000 خط لانه اه نجمنا اللي من العالم كله وما بيجي يحضروا مهرجان سينماية في مصر في الظل الظروف دي ده اكبر رسالة للعالم والدولهم ان مصر امنة فده تحقيق نجاح كبير للدورة المهرجان السنة دي العروض اه عدد الافلام 400 فيلم وده عدد كبير جدا عشان تحققوا ده منقود جبارة على مطار السنة اه الندوات اللي بتتقدم والافكار المختلفة اللي بتتقدم ايه تانية حضرتي عروض السنة دي في الدورة دي من المهرجان انا كل سنة المهرجان بنسباني ان انا نتفرج على الافلام على فكرة مش الريت كاربت او الافتتاح الريت كاربت الافتتاح لازم نحضره لانه ده مهرجان بلده ونازم بيبقى موجوزين فيه ونتكاتف معاه انما الحقيقة اللي مهم بالنسبة لي ان انا احضر افلام لانه انت بتتعرف على الافلام على ثقافات العالم وافكارهم من خلال افلامهم من خلال السينيما فده مهم ان احنا نعمله انا تفرجت على افلام اليابان فرنسا العراق مصر بلجيكا في اقوى الافلام اللي لفتت نظرك خليل الدورة لا في افلام ايه يعني الفيلم اللي افتتاح فيلم ان كان يبدو بسيطة ويكي عنزا فلاش اه اه ميرل ستريب بنت لازينة يعني اه فيلم انساني جدا ومعمول ببساطة شديدة مش من الافلام الامريكية المتعرف عليها يعني اه الجزائر عجبني الفيلم جزائري جدا اللي بيقدم واقع مرير واقع العشوائيات اللي للأسف موجود في العالم كله بالمناسبة مش في دول العالم التالت بس ايه تاني الافلام اليابانية عجبني من افلام كصصا الفيلم رسوم المتحركة ودناني في عالم تاني جدا لانه برضو فيلم انساني جدا ايه تاني الافلام دخلت The Wind Rises الفيلم اللي هو The Wind Rises اه اه جميل قوي ايه كمان افلام كنت دخلت في بعض الحقيقة تتوقعي السنة دي وجود يعني افلام تكسب السنة دي افلام مصري اتمنى لانه مصر هم مركزين بس على الفيلمين الكبار في المسابقة الكبيرة لا المصر ليها سبع افلام في مسابقات مختلفة كوى المهرجان اتمنى انه مصر تنال جايزة او اكتر من جايزة لانه دي بلدي وانت ما هي اكيد ليها سعيدة لو مصر اخدت جايزة لكن لو ما اخدتش مبروك انها شاركت في المهرجان وده في حد ذاته بيبقى جايز شكرا لكي جدا ومنورة الريد كارب مرسي عشكرك مرسي جدا عانا النجمة المتقلقة دايما نجمة سوزان نجمة دين اهلا بيك معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي اهلا بيك مرسي جدا تقييمك ايه للدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي السانية؟ يعني من حيث المبدأ والتنظيم انا شايفة حلو كتير الافلام للاسف ما قدرت احضر لانه كنت بسوريا مبارح وصلت كان عندي مهرجان تكريم للدراما السورية بارك لمصر اكيد هيدا المهرجان بيظلها ظروف الصعبة وهذا الشي كتير مهم واساسي لانه الفن ارقى واكبر من كل الظروف ومن كل الحروب شايفة ازاي الافتتاح والختام طبعا انت بكتش موجودة في الافتتاح فعايزين نعرف تقييمك السنة دي للحفل الختام يا رب هلا بداية اوكي لنشوف ان شاء الله يكمل على خير وتفوز الافلام اللي بتستحق ان تفوز فعلا شايفة عدد المشاركة العربية السنة دي كافي بالافلام الموجودة السنة دي في المسابقات المختلفة والله لا بتمنى ان تكون المشاركات العربية اكتر عايزين نعرف بقى جديدك للفترة الجاية يعني عم بقرها لعمل مصري وعمل عربي وان شاء الله خير لنشوف عايزين نعرف برضو مين مسؤول عن اطلالتك النهار باهيج حسين وستايلست مو خولي وإيها بالمنسي الشعر ومعنا النجمة الشابة الهام عبدالبديع معنا على الريد كاربت لدور رقم 37 لمهرجان الكاهرة السنمية شعورك ايه بالدورة دي من النهاردة؟ مبسوطة قوي النهاردة مبسوطة ان انا وسط كل الناس اللي انا بحبوهم ومبسوطة بان احنا بنشارك في المهرجان النهاردة النهاردة بنسبالي اول مرة بشارك وللأسف جيت متأخرة كان نفسي يكون موجودة من اول يوم راهي كيف مشاركة الافلام من دول مختلفة وقد ايه مهم الموضوع ده في نشر الثقافة بين الدول مظبوط هو ثقافة جديدة وقراء مختلفة وجهات نظر مختلفة فدي كلها حاجات المفروض تبقى عندنا طول الوقت طول الوقت المفروض بنتفرج على افلام اجنبي مش بس مصري ومن كل الدول عشان يبقى عندنا ثقافة مختلفة مش بس ثقافة مصري يبقى عندنا افكار جديدة يبقى عندنا طريق التعامل فانا شايفا لأ دي حاجة حلوة جيدة ومبسوطة ان انا موجودة النهاردة علشان كده كمان وحاسة ان ده بيساعد في دعم السياحة في مصر ان احنا نكون عاملين مهرجان زي ده ومشارك فيه كل الناس دي كل الممثلين والمخرجين والمتاجين اللي موجودين النهاردة فدي حاجة حلوة قوي بالنسبة لمصر شايفا ازاي التواجد الشبابي النهاردة على الريد كاربت ولا مش حاسة ان فيه تواجد شبابي سنادي ولاي انا كنفسي يبقى اكتر من كده كنفسي كل الممثلات الشابات اللي في سني والممثلين يكونوا موجودين الكبار واللي في نفس المرحلة بتاعتي يكونوا هنا علشان دي برضو حاجة حلوة قوي للمهرجان ولينا للاتنين مش لينا بس ومش للمهرجان بس فانا كان نفسي الاقي كل كل صحابي اللي بحبهم بس لقيت لقيت ناس على فكرة كتير شكرا ليكي ومنورة ريت كاربت لدورة رقم ساعة وثلاثة نجوم تتلقلق في سماء القاهرة ونجوم ايضا تتلقلق على ريت كاربت في الدورة رقم ساعة وثلاثة من مهرجان القاهرة السينمائي لسه معنا لقاءات كتير ونجوم اكتر بس هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل لقاءاتنا خليكم معايا ومعانا الفنانة الجميلة سالو محمد علي اهلا بكي معانا على شاشة قناة دريمو وبرنامج استاندور مساء الخير تقييمك ايه السنة دي للدورة رقم سبعة وثلاثة من مهرجان القاهرة السينمائي بص الدورة فيها ميزة مهمة قوي انها تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمام يعني دورة وهي خدت من السيدة فاتن حمام سيدة فاتن حمامة ست شيك الدورة شيك ست أليجنت ست مبدعة انا مبسوطة قوي ان انا في الدورة دي ومعانا ملك الجمال لبنان سامحة غندور اهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج استاندور اهلا بيكي بقناة دريم وجمهوركو طبعا عاوز اعرف شعورك ايه النهارده بختام الدورة رقم سبعة وثلاثة من مهرجان القاهرة السينمائي طبعا ده شرف لنا انه في مهرجان معمول بالطريقة دي وبالاتقان ده وبالطريقة بروفاشنال مهرجان القاهرة السبعة وثلاثة ده اول مهرجان في قاهرة انا احضره كمهرجان القاهرة وطبعا سعيدة جدا بوجودي هنا عشان انا استقررت في مصر بمعاني لبنانية وان شاء الله يعني بشوف نس كتير ونس بحبهم قوي فنانين ونجوم وسعيدة جدا بوجودي هل وجودك النهارده في المهرجان بيقول انك دخل اعمال فنية قريبا ولا ده وجود عادي يعني جاية تحضري المهرجان عادي هو انا اكيد سواء كنت هدخل في حاجة اولا اكيد انا بحب تواجد في المهرجان زي ده بس شاء الله في لي اعمال قريبا في مصر رأيك ايف الاحداث في لبنان وايه علاقة يعني الاحداث في لبنان كوجود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السنادي وايه الافلام المشاركة؟ شفت حاجة من الافلام المشاركة يعني عايز اعرف انتباعك اللبناني عن مهرجان الصيني طبعا كان في تواجد لبناني جميل جدا في مهرجان القاهرة كأوضاع سياسية في لبنان او اوضاع حالية انا متعودة على ده كلنا متعودين على ده وعرفين انه لبنان يعني بيمرض بس ما بيموتش فبيرجع تاني إن شاء الله وأكيد طول ما مصر موجودة وهي عصب الوطن العربي وبخير فإحنا كل لبنانين بخير بنرحب بيكي في الدور رقم 37 من مهرجان الكاهيرا السينماي شكرا ليك مرسي لك thank you ومعنا الفنان الجميل محمد أحمد مير أهلا بيك معنا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاني أهلا بيك عايز عرف تقييمك للدور رقم 37 من مهرجان الكاهيرا السينماي اليوم نهاردة أولا يعني أهم حاجة انه المهرجان ده بيؤكد ان مصر بخير مفيش مشاكل الناس بتقعد تحكي عنها دايما في الفضائيات وأكبر دليل على ان احنا مستهدفين في كذا مكان تاني حصل فيه مشاكل بس ما حصلش عليه هجوم زي ما بيحصل عندنا ده رقم واحد رقم اثنين المهرجان طبعا دي حاجة مشرفة جدا وأنا سعيد ان انا بشارك بفيلم في المهرجان ودي اول مرة اللي هي فيلم اللي هي يشارك في المهرجان ليلة الكبيرة يعني يا رب بيبقى الفيلم وشه حلو ان شاء الله علينا بإذنك ايه اهم مميزات المهرجان اللفتت نظرك النهاردة او خلال المهرجان واهم عيوبه من وجهة نظرك هو المهرجان احسن حاجة فيه انه هو بيمثل شيء حضاري يعني هو بيمثل شيء حضاري للمكان اللي هو فيه ايا كان هو فين بس يعني هو ده وانا ما لحقتش يصل للمهرجان من اوله لانه وانا جيت متأخر وللأسف كانوا ابتدوا وقفوا لأبواب فدخلت بصعوبة جدا للدنيا كان زحمة جدا فما تسألنيش على اليوم النهاردة بالزات علشان انا ما لحقتوش كله وانا لحقت بتاع اول مبارح التواجد الشبابي النهاردة حاسنه قليل مش كتير نجوم شباب جم حضروا المهرجان رأيك ايه ده؟ لا بالعكس في كتير انا واقف مع اصدقاء كتير من الشباب كانوا متأكدين بس فيه معظم الناس بيبقى مشغولة يعني فيه ناس بتصور فيه ناس مش فاضية فيه ناس بسافرة علشان دعم السياحة في شرم الشيخ فده ممكن يبقى السبب اللي مقاستر شوية في وجود الشباب شكرا ليكم ومنور الريد كاربت شكرا مسيل احمد شكرا ومعنا النقد الفني الكبير وساس طريق الشنوي اهلا بيك معنا على الشتقانات درين اهلا بيك تقييم حضرتك ايه للمهرجان السناني؟ انا رأي ان الدورة بنسبة كبيرة ناجحة بنسبة كبيرة ناجحة تقييم حضرتك السناني للافتتاح والختام والتنظيم كان ازاي؟ ايضا التنظيم بالخياس طبعا فيه اخطاء تنظيمية لكن دايما احنا بنضطر نعمل مقارنة باللي فات لأ المرة دي افضل المشاركة الشبابية السناني دي ايه رأي حضرتك فيها؟ يعني كان فيه افلام تورسة المشاركة الشبابية يعني افلام لمخرجين جدد كان فيه يعني انا قصدي الاقبال الجماهيري على الاقبال الجماهيري السناني دي على المهرجان كان ازاي من ناحية الشباب؟ طبقا للي قالت قدارة المهرجان كان الاقبال رقم كويس نسبة بالقياس لسنوات اللي قبل كده ومعانا النجمة المتقلقة دايما غدا براهيم اهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند بار اهلا بيكي يا احمد ودايما معانا في كل مناسبتنا الحلوة والجميلة مرسي تقييمك ايه للدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الساني؟ انا اجبني الافتتاحة اكتر عشان اللوحة الجميلة اللي كان عاملها المخرج خالد جلال بتقديم النجوم بالمكرمين يعني كانت حلوة كتير يعني اتمنيت لقي حاجة زيها قصيرة كده في حفل الختام ينزل برضو من نفس اللوحة لأخدين جوائز بس لقيت حفل الختام عادي يعني انا مبسوطة ان فيه فيلمين مصري في المسابقة الرسمية كانوا بقالنا كتير مفيش فيلمين مصري بيدخلوا في المسابقة الرسمية يعني لو فيلم بنحمد ربنا ونبوس ايدنا وشو دهر حضرت السنة دي عروض للأفلام؟ انا من اول يوم وانا رجلي ورما قد كده واخدت عين جميلة اوي يعني بسبب التسريح اللي مش عاكبه طبعا لازم طبعا يعني نتكلم في موضوع الفستان اللي قصر دجة لا 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 الفستان يا نحمد التسريح اللي قصر دجة الفستان على فكرة نفس الدزينر المحترم بايك حسين اللي كان عامللي مهرجان اسكندريس عارف انه على طول بيلبسك في المناسبات ملبسني في مهرجان اسكندريس النمائي الدولي كان اخد احلى فستان في المهرجان ملبسني في فرح ياسمين الجيلاني كان اخد احلى فستان في عيد ميلادي في الافتتاح كان ملبسني الفستان ما حدش تكلم عن الفستان خالص كانت تسريحة وهو اللي ملبسني برضو النهاردة يعني انا بشكر الدزينر العالمي بايك حسين لانه واحد محترم جدا ونالوا بسبب تسريحة الاختياري السيء ما لا يستحق الراجل محترم جدا واخد كلام ملوش لازمة خالص بس انا بعترف ان التسريحة مكادش مناسبة بس مكادش البشاعة اللي هي استاهل بيها كل ده ده سوشيال ميديا كلها ده انا لو اللي جي جاجا فعلا انا وما ساموني لي جي غادا لو اللي جي جاجا والله العظيم اي رايك في اللقب ده في حد يعني انا عايز اقولك حاجة لي جي جاجا انا يعني لو انا في ربع شهرتها دلوقتي انا اسمي لي جي غادا فانا موافقة جدا تمام يعني اللي جي جاجا بتعمل حاجات عشان تلفت النظر مثلا او تعمل شو انما انا صرفت بتلقائية ودخل عاجي على الريد كاربت ما كانش عندي اي نية ولا كان عندي يعني بحسن ان اي اتصرفت بس انا لو دفعت مليون جنيه عشان اعمل الدعاية دي فمرسي شكرا عايز برضو اسألك عن الاقبال الجماهيري الساندي على التذاكر في المهرجان والافلام والعروض الخاصة عايز اعرف مجمل رأيك في المهرجان الساندي ايه والله انا كنت متابعة طبعا عادة بقى طريحة الفراش بقى وعادة جايبة للنت وعادة شغالة على الافلام كان فيه كم افلام من شركة الساندي بجد حلو قوي بجد مبسوطة للسينما السورية جود سعيد بحبه جدا الجايزة اللي خدها مبسوطة ان فيه مشاركة لسوريا سوريا الحبيبة رب ان شاء الله رب السنة جاف مهرجان دمشق السينماي الدولي مبسوطة ان فيه مشاركة للسينما اليابانية بجد فيه افلام حلوة وفيه بس سمعت طبعا وانا عادة بها طبعا فاضية على سوق التنظيم سمعت على الكهرباء اللي اتقطعت في بعض الندوات سمعت على التضارب اللي حصل والتدافع واني مفيش تذاكر مع اني كتلقات فيها اماكن فسمعت كل ده على السوشيال ميديا الله اعلم صح ولا مستح بس انا سمعت ده انا من اول يوم مريضة واليوم تلعت عشان عشان ارد بس اعتبار راجل محترم اللي كان ملبستي في الافتتاح بس يعني قد ايه مهم يعني لمصر ان هي تقيم مهرجان زي ده في التوقيت ده بالذات من المهرجان مهرجان القائر السينمائي الدولي مصنف دوليا وعالميا انه من المهرجانات ايه الدولية المهمة يعتبر مش عارفة رقم 13 من اكبر عشر مهرجانات على المستوى العالم سينمائيا فما ينفعش ما يبقاش فيه مشاركات حقيقية ما ينفعش ما يبقاش فيه دول اجنبية كتير مشاركة اتمنى يعني نجمة الرائعة كلاود جي كاردينالي بتاريخها الجميل كانت موجودة اتمنى يبقى فيه اكتر من نجمة دورات الجاية واتمنى التنظيم يبقى مختلف عن كده اتمنى يبقى فيه مكرمين احياء يعني احنا عندنا احياء موجودين ما نستناش لما يتوفوا عشان نكرمهم اتمنى يكرموا النجوم العمالقة الاحياء قبل ما يتوفاهم الله ومن لقاهمش يعني احنا عندنا بجدة عمالقة ما زالوا موجودين فاتمنى السلبيات اللي كانت موجودة السنة دي في المهرجان تتلاشى في الدورة الجاية بإذن الله اعمالك القادمة بقى في اخر يوم مهرجان النهاردة عايزين نعرف اعمال غادة ابراهيم على الساحة الفنية الفترة فيلمي اخد 25 ديسمبر عرض ب36 دار عرض بإذن الله اغنيتي الرائعة من الفيلم من الفيلم مش هحترف الغناء يعني نازلة بإذن الله كلب بصوتي اسمها انا حوريك وبحضر للشغل لرمضان بإذن الله وانا بص عشان نجمي خفيف جدا وبسبب اللي حصلي في رجلي مش هتكلم على الشغل غير لما مش لمامجي كمان لما بدأ اول يوم تصوير وتيجوا تصوروا معايا دايما من ورانا في كل مهرجانات مصر ودايما من وراء الريد كاربت وما تسمعيش كلام حد لان انتي زاي الأمر وشكرا لك بس اعمال اقول لك حاجة وعاسع ان تكرروا شيئا وخيروا لكم دايما بقول الحمد لله على كل شيء الحمد لله مكاملين معاكو والدورة رقم 37 من مهرجان قاهرة السينمائي الدولي بس بعد فاصل سريع خليكم معايا انا وقعت في عرضك يا بيت سم لكن في حالة جنون هو العائل يعمل للعملة اللي عملها دي الدفاع جميل خلام دتي بتقوليه في المحكمة انا عارفة ان قربك رضبان علي لكن ارحمني انا ارحم ضنايا اللي لزه ما شفش الدني ما انتم مجرمين زي بعض انتوا تلميتوا على بعض من شوية لك هاتقول كده واكتر من كده حقيقية هو غلطاني لكن المسامح كريم ويا بغت من قدر واجه ابوت رجليك يا سعد تلبية كلمة واحدة منك تفر رح تجيب هدومي من عند دخلتي زنوب مالكيش اسمها في الحاجة الحلوة اللي جبهاي والنبي ايه صحيح جبتلي حاجة ايه رايك في الكردان ده ده ليه يااني لا ليه يااني والنبي ما تنهزقش بيا يا سيد يا حسناني بسادة تو خذي البس عيشت وشوفت القشرة دهب ده دهب واحد وعشرين قلنا بنا انت حني يا سيد انا ما كنتش فاكرك كده طبعا ما ريك تلبس زهب ربنا ما يحرمنيش منك انا ما كنتش احلى ملبس زهب ولا في المنام وارجعنا لكم بعد الفاصل ولسنا مكاملين معاكم لقاءاتنا من على ريت كاربت للدورة رقم 37 من معرجان القاهرة السينماية تعالوا مع بعض نروح نشوف نجومنا قالولنا ايه ومعانا المنتجة رحاب ايوب الفائزة بجائزة افاق للسينما العربية عن فيلم بانتظار الخريف اهلا بيك معنا على شاش القناة اهلا وسهلا فيكم شعورك ايه بالجائزة النهاردة والتكريم النهاردة من مهرجان القاهرة السينماية في دورة رقم 37 نحنا مبسوطين كتير كتير بمشاركتنا بمهرجان القاهرة السينماية ومبسوطين اكتر اخدنا جائزة احسن فيلم بمسابقة افاق سينما العربية وهيدا فوز لفريق العمل ولا سوريا بيظل ظروف صعبة بيتم انتاج فيلم بهالجود اللي كان فيه اصداء كتير حلوة حوالين هذا الفيلم بالمسابقة شكرا كتير مهرجان القاهرة السينماية رأيك ايه في الافلام المشاركة السنادي وعددها وهل التواجد العربي يعني شكله عامل ازاي السنادي في المهرجة يعني الافلام المشاركة جيدة لاصداء ايجابية كانت حولين معظم الافلام الا انو كنا منتمنى يكون فيه افلام عربية اكتر ونحنا شفت معظم الافلام الموجودة افلام جيدة وفيلمنا يعني تلع بظل هاي الفترة اللي عم بتمر فيه بلدنا نعتبر انو كان تحدي والحمدلله انو تتواج بهيدي جائزة شكرا ليكي والف مبروك عليك شكرا شكرا لكم شكرا ومعنا النجم الجميل محمد كريم نوارنا على الريد كاربيت للدورة رقم 37 من مهرجان الكوهرس مرسي يا احمد وشكرا لما جهودكو واتبعناكو على التليفزيون يعني ما شاء الله عملتوا موجود حلو شعورك ايه النهاردة بختام الدورة رقم 37 من مهرجان الكوهرس مبسوط ان المهرجان تعمل في معاده خلص الحمدلله وكان فيه منافسة كويسة جدا من الافلام انا من طبعي ما ببصش دايما لأي حاجة سلبية حصلت بشوف طلعنا ايه من الموضوع ده اهم حاجة ان المهرجان تعمل في معاده اهم حاجة ان الافلام اتعرضت اهم حاجة في دول كتير من كل عالم جيت شركة عندنا في المهرجان ده المهمة عندي السلبيات ممكن بقى نكتبها بقى وتتحطي كتير جدا ممكن بقى يعني ايه نتفادها الفتر اللي جاي اهم السلبيات ومموائزات المهرجان السنادي ايه اهم انت جاريء وهتقولي على الله انت عايز ده كلمة ع السلبيات ولا الايجابيات استلبيات والايجابيات اما انا بقولك انا ما ببصش السلبيات خالص انا مش عايز ابوصلها انا بس هي النقطة الوحيدة اللي انا كنت شايف ان كان ممكن المهرجان في الوقت اللي احنا فيه ده انا شايف فيه ناس كتير جدا اشتغلت وتعبت ما تقدرش تقول ان مفيش مجود تعمل بالعكس فيه مجود كبير جدا جدا تعمل لان انت عندك امكانياتك برضو مش كبيرة انما اكيد لو كان فيه امكانيات عالية اكيد كان هيقدروا يجيبوا السلبياتيز من بره اكيد كان هيبقى فيه ناس من هالوود موجودين هيبقى فيه مستوى تاني اعلى من كده بس انت عندك في الاخر لازم يبقى فيه سبانسرز اعلى ولازم يبقى فيه بودجت كويسة تقدر تعمل مهرجان مستوى عالي وراقي لو انت ما عندكش البودجت كبيرة حتقدر تعمل مهرجان كويس بس مش طموحاتك اللي انت بتطمح فيها احنا عشان هالوود الشارق وعندنا افلامنا والناس كلها دايما بتكون متابعاك فاحنا عندنا طموح ان احنا نبقى اعلى من كده اكيد مفيش شك انا شايف المفروض يبقى فيه تركيز على البرس او الميديا عمتا دوليا برا مش عايز بص خلص على البرس هنا انا عايز ان مهرجان زي لما مكوننا انا في مهرجان كان او بتروح مثلا اسكارز بتلاقي العالم كله بيجيب شوتات من عندنا وبيجيب باخبار مين كان عمل ايه الافلام ايه المشاركة بتاع ده اللي احنا يخصنا احنا عايزين ده مش مهم عندنا ان احنا نقعد نتكلم في الصحبة بتاعتنا ونتكلم جميل جدا طبعا صحبتنا وعلى رأسنا وكل حاج بس احنا الهدف ايه في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي بعد موضوع شهر مش يخن انت دوليا تتكلم تقول ان فيه مهرجان دولي لان احنا من وصل الوطن العربي انت مصنف دوليا فدي حاجة كويسة مش كل المهرجانات اللي في الوطن العربي مصنفة دوليا فانت مفروق تستغل ده بره دوليا وتقول ان فيه مهرجان وفيه نجوم موجودين وفيه برضه افلام من يوروب ومن امريكا موجودة فكان ممكن تعمل يعني تسترس شوية على الموضوع ده كان هيبقى احلى رأيك ايه في كواليتي الافلام المعروضة العربيا وعالميا وهل فيه منافسة يعني منافسة عادلة في السنة دي مش موضوع منافسة عادلة هي الموضوع بدان فيه تنوع يبقى انت ماشي تمام اول حاجة كويسة ان فيه كزا فيلم مصري موجود السنة دي فيلم الليلة كبيرة ظهر راجل فيلم التمن واعتقد فيه ممكن كزا فيلم شورت فيلمس كمان مصريين كمان السينما اليابانية السنة دي في شرف المهرجان اعتقد برضو فيه بس هي عمتا انا بقول بدان في فرايتي بانت تمام ده كويس جدا منقدرش بقى انقارن مثلا المنتج المصري او الفيلم المصري بفيلم ايطالي وخلاص يعني متقارنش بين دولتين انت بتقارن ايه الفيلم ده ظروفه ايه قصته ايه بيعمل ايه يعني مقارنة ظالمة لو انت عملت ما بين بلدين ما اعتقدش انا تبقى صح بس عمتا انا سعيد بالمهرجان حضرت عروض خاصة الافلام او حضرت افلام اه اه اي اكتر فيلم عاجبك او شات انت والاي عجبني فيلمين فيه فيلم الليلة كبيرة سامح عبدالعزيز عمل فيلم حلو قوي واحمد عبدالله واحمد السوبكي هايلين الحقيقة وشفت فيلم التمن كان حلو جدا جدا استاذ شريف مندور المخرج والمخرج هشام عيسوي والمنتج استاذ شريف مندور لان استاذ شريف مندور الصديق هو مخرج ومنتج فتمنى لهم التوفيق انا سعيد ان كان فيه مشاركة من لان فيه دورات كتيرة اتعملت ما كانش فيها فيلم مصري فمبسوط ان فيه فيلم مصري هستغل وجودك النهاردة بقى وعايز اعرف اهم اعمالك الفترة الجاية الفترة جاية دي انا مركز تمثيل يمكن ده من الاسباب المهمة اعتذاري عن موسم التالت من دا بويس كان فيه اسئلة كتيرة جدا ليه سيبت دا بويس انت بتشوف ايه اللي انت عايز تعمله الفترة دي انا من النوع اللي بحب لما اعمل نجاح في حتة معينة مفضلش اكرر لازم اغير على طول والمشاهد الحمد لله عملت نجاح حلو قوي في البرنامج بتاع دا بويس وعمل قاعدة جمهرية كبيرة في الوطن العرب الحمد لله من نسبالي ونجاح انا سعيد بي قوي قوي عملت سيزن واحد واكدته في سيزن تون نجاح ده سيزن تري لايتي انا حعمل نفس اللي انا عملته تكرار وانا بحبش اكرر نفسي بحب دايما اعمل افاجئ نفسي وبعلي كده افاجئ الجمهور فقررت الفترة دي بقى كله على السينما التركيزي على السينما والتمثيل عن متان الدراما ولو فيه بروغرام حعمله يبقى مدته ما تزيدش عن شهر شهر بقص ان دا بويس كان بياخد مني وقت كبير جدا امتع ست شهور ما بين لبنان ومصر طول الوقت فصعب ان انت تقدر تعمل السينما اللي انت عايزها او المسلسلة اللي انت عايزها مش ناويت جاهز حاجة دراما قريب ولا؟ ان شاء الله بإذن الله منور ريت كاربت لدور رقم 37 في مهرجان الكهارة السينماية شكرا كورسان طيبين وخلال ايام المهرجان قامت لجنة التحكيم بمشاهدة الافلام المختلفة من مختلف انحاء العالم وتقييمهم وضع الجوائز واللي اعلنوا عنها النهاردة هنروح مع بعضنا استعرض اهم الافامل اللي فازت النهاردة في مهرجان الكهارة السينماية الدولي في دورته رقم 37 في التقرير ده شهد وزير الثقافة حلم النمنام حفل ختام مهرجان الكهارة السينماية الدولي في دورته رقم 37 في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية والنقضة دكتورة مكدا واصف رئيس المهرجان وعدد من الفنانين والاعلاميين بدأ الحفل بعصف للسلام الجمهوري واعقبه عرض للمخرج خالد جلال شارك فيه فرقة رضا للفنون الشعبية ثم كلمة تحيا مصر من ضيوف المهرجان واعقب ذلك توزيع جوائز المهرجان حيث فاز بجائزة الهرم الذهبي الفيلم الإيطالي البحر الأحمر المتوسط للمخرج جونس كاربينانيو بيدي دي بيون ينفيذي ما تفكره؟ أنت تريدين أن تفكره مجردين نعم لا يمكنكم في المسرح أحاول أن تفاقره ذلك والحفل تخبرك تبعينك تبعينك وفاز بجائزة الهرم الفدي الخاصة لأحسن مخرج المخرج الأيسلندي فاز أيضا فيلم بولينا بجائزة الهرم البرونزي لأحسن عمل تاني الأحسن وهذا الجزي من تب 굴�ione أوضحهم وفاز بجائزة أحسن ممثل بطل فيلم البحر الأبيض المتوسط كادوس سيوف أما جائزة أحسن ممثلة حاز عليها الممثلة لايز بورجوان عن دورها في فيلم أنا غندية هل فبتخبركم فيل الغدي؟ ماذا تعرف؟ يريد أن تفعل شيئًا ما أجب أن تفعل ذلك؟ تاني من التخطيط؟ رغلت؟ هل لأبدون أنت تخطيط؟ لأبدون أنت وتخطيط؟ وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو فيلم الكنز تعقل تباه بإشارة نعم دمع اثم متى الجرسة التي اغلاق المصرح وتبرلم تباع المحفل قل تباع الموقع تباع الموقع تباع الموقع يجد تقتصم کہ اتصرف تباع الموقع تباع الموقع تباع الموقع قل تباع الموقع اذا keeping عليك وليه اعطي الان وتم أيضا خلال المهرجان توزيع جوائز أفاق السينما العربية كالآتي حيث تم منح شهادة تقديرية للمخرج المصري كريم شعبان وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم الشجرة النائمة وجائزة أفضل فيلم للفيلم السوري في انتظار الخريف أما جوائز سينما الغد فذهبت للفيلم المكسيكي أرض الإيماء وفيلم أخ الرضاعة من دولة أرمانيا وجوائز لجنة التحكيم لأسبوع النقاد ففاز بها فيلم شعي بولوس تعني من نيجيريا وتم منح شهادة تقديرية لفيلم طائر النورس أنا شخصيا راضي عن المهرجان ومبسو بي طب شايف إزاي مشاركة الأفلام وتنوع الأفلام في توحيد الثقافات إنه هذه الدورة خلصت الحمد لله خلونا نفكر في الدورة الجاي إن شاء الله شكرا لحضرتك لأنا كون وصلت معاكم لنهاية حفل ختام الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مبروك لصناع الأفلام ومبروك كمان للنجوم المشاركين في المهرجان استنوني كل يوم جمعة الساعة 5 وفي الإعادة الساعة 8 الصبح وكمان ما تنسوش تتواصلوا معايا عن طريق الفيسبوك والإيميل اللي ظاهر على الشاشة أشوفكم الإسبوع الجاي سلام مباشر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة